موسيقى أهلا بكم يواصل متظاهر العراق تظاهراتهم السلمية المطالبة بأسقاط العملية السياسية على الرغم من عمليات القمع والتنكيل الحكومي في حين تحرص الأحزاب الحاكمة على استغلال أي فرصة للالتفاف على تظاهرات العراقيين المطالبة بأسقاط النظام فيما قابل المتظاهرون هذه المحاولات بالرفض القاطع لأي تسويف حكومي في تلبية المطالب التي خرج المتظاهرون من أجلها إلى ساحات التظاهر وأولها إسقاط النظام يسعدنا أن يكون معنا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي دكتور رافع الفلاحي وعبر الهاتف من بغداد الناشط في التظاهرات علي عزيز أبدأ معك دكتور رافع الفلاحي والدعوات التي أطلقها مقتدى الصدر للتظاهر ضد ما وصفه بالتواجد الأجنبي والأمريكي بالتحديد في العراق ودعا إلى تظاهر مليونية لإخراج القوات الأمريكية لماذا هذا الوقت بالتحديد ولماذا اختيار مكان قم الذي هي إقامة مقتدى الصدر منذ فترة طويلة بالتحديد تقريبا عاد إليها منذ بدء التظاهرات في تشترين لماذا هذه الدعوة الآن بالتحديد بسم الله الرحمن الرحيم أكتور عمر من البداية منذ انطلاق التظاهرات كانت كل هذه قوى العملية السياسية تحاول أن تقضي على التظاهرات أن تنهيها لهذه التظاهرات وجرت محاولات عديدة بدءا من استخدام الرصاص والقتل والسلاح والاعتقالات والتنكيل والذبح اللي جرى طويل هذه الفترة يعني من واحد تشترين الأول وأكثر من ثلاثة أشهر هذه المحاولات التي جرت الحقيقة طويل هذه الفترة كانت هذه قوى العملية السياسية تعمل بهذه الآلية إضافة إلى هذه الآلية كانت تعمل على ركوب الموجة ما يسمى ركوب الموجة محاولة يعني مسك التظاهرات واعتبار التظاهرات جزء من فعاليات خاصة بها يعني حرفها عن بوصلتها حرفها عن أهدافها باتجاه أهداف أخرى أول من قام بهذا الدور هو مقتد الصدر يعني دعك من الحديث البعض ربما الآن ربما مناسبة جيدة للحديث عن هذا الموضوع لأن هذا الموضوع ربما يعني تركناه لسنوات أو كنا نأمل غير شكي للبعض يأمل غير شكي الحديث عن الوطنية شيء وأن تكون وطني شيء آخر الحديث عن الوطنية وأن تتمارس دورا ضد الوطنية وضد استقلال العراق ضد سيادة العراق بأجندة خارجية شكل آخر هذا واقع الحال ونعود دائما إلى 25 شباط 2011 ضلقت التظاهرات وكانت التظاهرات يعني كان العراق قد خرج من كل هذا الضيب وكان ممكن أن تنتهي كل هذه القضية والعملية السياسية كانت ستزاح ووصل الخطر كبير جدا وكان المالكي يحكم وجاء مقتد الصدر من إيران كان في إيران نفس القضية جاء بطائرة بطائرته الخاصة ونزل بغاء ومباشرة اجتمع مع أتباعه وسحب كل التابعين إليه وعطي مهلة مئة يوم قال هذه المئة يوم للحكومة التي ترتب معا أنه كان يصرح دائما وضد المالكي ضد هذه الحكومة والفساد رغم أنه مقتد الصدر وجماعاته منذ عامل 2003 من التشكيل أول حكومة لحد الآن هم شاركون بالحكومة شاركون بالبرلمان ولديهم مزارات لديهم مدرع عامي لديهم في كل المؤسسات يعني يكفي عندهم الآن 57 نائب يمكن وعدهم 67 وزراء هذا الكلام يعني أن تكون أنت رجل بالوطنية ورجل خارج الوطنية وأنت الصبح تلبس ثوب الوطنية وباللييل تنزع ثوب الوطنية هذا غير مقبول الشعب قدم دماء قدم تضحيات كبيرة والبلد ذاهب إلى الخراب بسبب كل الفاسد يوم سبب العملية السياسية ومخرجاتها الدفاع عن هذه العملية السياسية والوقوف معها والحديث عن إصلاحها وإمكانية إصلاحها بعد 17 سنة هذا حديث به غايات أخرى الآن عندما فشلت كل هذه القضية وقال وأمريكا طبعا تحتل العراق من عام 2003 اللي حد نال وهي من أسسة مجلس الحكومة وأسسة العملية السياسية هي من كتبت الدستور والكل تحت هذه المظلة عملوا بالعملية السياسية ومن ضمنهم مقتدر الصدر وجماعاتي لحد يزاود على الوطنية هذا واقع الحال هذا مو تنكيل هذا مو حديث عن أحد مو انتقاد لأحد هذا يعني ليخرجنا واحد يقول لا هذا الحديث من قبله مو مقتدر الكلام هذا واقع يخلي يقول لنا عكسه خلي يقول لنا كذب هذا الكلام طوال هذه السنوات كان مقتدر الصدر وجماعتم شاركين بالحكومة لماذا يشاركم بالعملية السياسية إذا كانت العملية السياسية من أسس الاحتلال وهذا المحتل موجود بالألفين ودعش ويعرف مقتدر الصدر وتعرف كل القوى أن الاحتلال الأمريكي خرج من الباب وعاد من الشباك قواعدة موجودة وبالألفين وارباط عش تدعيته بشكل واضح وكلكم موافقين واتفاقية ألفين وثمانية وقح المالكي وأنتم أعظابل هذه الحكومة وذهبتوا إلى وراها قلتوا رح أنقيل المالكي وذهبتوا إلى الشمال ورجع وهذه اللعبة المجة اللي متحملها الشعب وصل إلى حالة لا يقبل هذا الموقف وحاولت في أول التظاهرات أن تركبوا التظاهرات أن تسيسوا التظاهرات أن تجعلوها تجيروها لصالحكم لم تفلح هذه القضية وجاء في بداية مثل ما ذكرت أنت حضرتك كان في إيران وجاء في بداية التظاهرات وذهب إلى النجف ولم يستطع والهتافات كانت ضده فاضطر أن يعود مرة أخرى إلى النجف والمحاولات لم تتوقف بين جماعته وصولاً إلى صعده إلى بناية المطعم التركي واحتلوا الإذاعة وكل هذا الموضوع لا يعني شيء الثورة ماضية بطريقها وبيهدافها ونحن نحميكم والقبعات الزرق هذا الكلام كله ماشي طيب الآن ما الذي جرى أمريكا وإيران يتصارعون على الساحة العراقية أن تكون وطنياً يجب أن تكتف ضد أمريكا وضد إيران لماذا الهتاف ضد إيران حرام والهتاف ضد أمريكا حلال يعني هل يعني الآن يدعو إلى مليونية للوقوف ضد التدخل الأمريكي التدخل الأمريكي ليش ماكو تدخل إيراني لعد هذه المصيبة لحنا بيها شنو ليش الصراع على أرض العراق أمريكا تخترق السيادة لكن إيران من تضرب الصواريخ ما تخترق السيادة أنت تجمع هذه الميليشيات طيب يتحدث عن الميليشيات هذه اللي يسميها الوقحة الوقحة ما هذه الميليشيات الوقحة لانت تتحدث عنها أنت اجتمعت وياها نفسها طيب وهذه الميليشيات التي تعبث بأمن المواطن إذا أنت اجتمعت ويا كل الميليشيات من هي الميليشيات الأخرى التي تعبث بأمن المواطن ما هي هذه الميليشيات نفسها طيب وانت تريد العالم والعراقيين ذول اللي يقدموا كلها الدماء الحلوة هذا الشباب الجميل اللي يوم يمتعرض للذبح والقتل وأكثر من 600 شهيد أكثر ألف شهيد و 27 ألف بين الشهيد وجريح هذا الشباب الجميل العراقي اللي رافع علم العراق ويطالب بوطنه هذا كله يمشي وراء هاي الميليشيات اللي قتلته وذبحته وجدت بالسنك ذبحته وتشتمه ويقول له أنت جوكر ويطلعون للكل بوسائل يطلعون الميليشياوين بوسائل التواصل الاجتماعي يسجلون فيديوهات يشتموهم وسنقضي عليكم يوم الجمعة هاي الوطنية مالتك هي هاي الوطنية اللي تريد أنت تستطيع أنت وجماعتك وميليشياتك أن تقضي على التظاهرات لكنك سقطت في العراق ستسقط أنت ومن معك في العراق هذه النظرة لن يقبلها الشعب العراقي بعد اليوم هذا الشباب اللي طلع يريد وطنه من الفاسدين والخراب أنت ضد العملية السياسية ضد أصحاب جماعتك من البرلمان خل ينظمون للشعب ليش باقين بالبرلمان ليش باقين بالحكومة ليش باقين اطلعوا من البرلمان هذا البرلمان لمن يشرح هذا البرلمان يشرح قوانين لمن لأي حكومة ماكو حكومة تنفذها طيب ليش باقي البرلمان هذا إذن هذه لعبة احنا مع الشعب وين مع الشعب انت مع الشعب تمشي مليونية حتى جير المتظاهرات إليك والكل يهددون المتظاهرين ذول السلميين بأنه سنقضي عليكم وانتوا أتباع السفارات كما ذول أتباع السفارات ذول المساكين أولاد العراق اللي كاتلهم الضيم والقهر وقدموا كل التضحيات ذول أولاد السفارات سوف نعود إلى هذه النقطة ونتحدث عنها أكثر وأرحب وأجدد الترحيب الناشط من بغداد علي عزيز سيد علي يعني بداية كيف ترى ساحة التحرير اليوم مع الدعوات التيار الصدري إلى إقامة تظاهرة مليونية لإخراج القوات الأمريكية وهناك حديث طبعاً يعني كما تحدث الدكتور مقاطع انتشرت على مواقع التوصل الاجتماعي تحدث فيها أتباع التيار الصدري بالتهديد والوعيد للمتظاهرين ووصفوهم بالعملاء للسفارات نعم طبعاً بالبداية نحن اليوم كمنتصابين نحن مرح نجي نسمع كلام شخص قاعد في مدينة قم الإيرانية ويغرد على هواه ويحرك يريد أتباعه بمجرد تغريدة يعني شوف مدى الاستخفاص مدى الاستخفاص من قبله بأتباعه هو يحركهم بتغريدة والله مع الأسف يعني أنه أتباعه لا يزالون يسمعون كلام هذا الشخص هذا الإنسان في النماء يعني ما يترك فرصة اللي حاول أن يستغلها لأجل أن يبرز نجمة مجدداً كل ما حاول نجمة أن ينطف لكنه هايهاد أن نشبهه بالنجم لكن كتعبير مجازي بس أحب أن أقرب الصورة يعني شوف إحنا نلاحظ مقتدر صدر بداية أيام بالانتفاضة حاول أنه يدخل بساحة الانتفاضة بمدينة النجف لما انقال سيارتواج هو أبناء النجف يعني أبناء أبناء النجف بس اسم محافظته هو ومسقط راسه قلوا له يا مقتدى شي ليدك هذا الشعب ما يريده فزين إذا ما هذه الوقاحة التي لديك يعني مقتدى اليوم من كل عقلك أرضحشيها بالعامية من كل عقلك إنت الشعب العراقي ما يعرفك إنت منه ما يعرفك إنت والميليشيات ما يعرفك إنت اللي أسست أو الجيش طافي بالعراق قيش المهدي ما يعرف قيس الخزعلي والكعبي وغيرهم وغيرهم هاي الشعب المسعورة كلهم كانوا مساعدين إلك ومن جو إذا تتخرجوا أنت تريد تركب موجة انتفاضة ترى فخرة العراق تكسر راسك يعني ألزم حدك احترم نفسك احترم شابتك وجهك الميليشي لهنا أنا وبس بعد لا أفضل أنت تلعب أقول النقص البسيطة هؤلاء الطبقة البسيطة اللي يعني ما تعرف شون التبر خفزة يومها احترم نفسك وإلزم أغسانك هذا بالتعبير البغدادي وكفاك كلعب يا مقتدر قاعدة في إيران وقاعدة غرية أنت من إيران لهنا أنا وانتهى الموضوع بعض أنت فرحك أنت مخشوف وراح نعمل أحنا في دارة لشنا العبل من مساء كناشطين كمتفضين حتى نفضحك ونعريك لكل المجتمع العراق سيد علي عزيز أستغل وجودك كما أنا أعرف بأن وقتك ضيق يعني المتظاهرون في بغداد والمحافظات أعطوا مهلة محددة للحكومة هناك أو الأغلب يؤكد بأن الحكومة لن تستجيب إلى مطالب المتظاهرين بخلال هذه المهلة هل ترى ما بعد هذه المهلة بأن الأمور سوف تتغير نحن عندما نعطي مهلة سواء أخواننا في الناصرية أعطوا مهلة وإذا هم الأخوان بالنجس في كربلا هؤلاء من ليطون مهلة للحكومة أن هذه المهلة يا حكومة اتصرفوا يا ناس اتصرفوا يا أقلاء يا حكماء لكن يا أخي مما وجودة هي عائل طبقة المشكلة مما وجودة لا حياة نحن اليوم من دناشة من دناشة من دنات المهلة نحن هذا شيء كله دريد نبين للرأي العام العالمي أنه شوفوا شوفوا تمادي هذه الطبقة شوفوا تمادي هذه الزمرة يعني نعرف ما من وراهم أي فائدة أو أي شارة وإحنا ما نطلب شيء من صاقت الشيء نهائيا لكن هذه المهلة أنه بعدها سيتم تصعيد مواقصنا بكل الساحات سيتم تصعيد هما يعني الأراقيين كلكم وأنتم منضمنا أخواننا تعرفون أنتم على مدى الأسبوعين الماضيين كيف صار التصعيد من قبلهم وكيف صار تعمليات القتل والقنص الاختلال بالتوارسة يعني ما معقول إحنا كذلك نسكت ونتفرج على أولادنا وإخواننا شون دين قتلون فلذلك إحنا رح نصعد اليوم بعد انتهاء هذه المهلة نصعد من مواقفنا نصعد من انتفاضتنا لكن تصعيدنا يبقى بالطرق السلمية بالطرق اللي اللي نأكس الصورة البهية للعراق للمجتمع الدول نعم سيد علي يعني كيف تلقى وأنت ناشط مدني كيف تلقى المتظاهرون في ساحة التحرير الأنباء التي تحدثت بأن البرلمان أعطى لنفسه عطلة لمدة شهر ونصف نعم أعطى لنفسه شهر ونصف وعطى طبعا البرلمان استثمر حتى أطلت إمكاننا سمعتوا وعرفتوا أنه معظم أعضاء البرلمان قضوا هذه العطلة اللي أمرا طبعا منحة لهم بالحوال نفسهم بالدول حق نعم خبراء اللغوين لو يمدون بمزيد من الكلمات اللي أكبر وأكبر وأكبر بعض هل هنا ماذا يعتبرون أي وجود للشعب العراقي دولة ناس جايين يمصون دم للشعب العراقي مين هم أن يباد الشعب كله المهم هم موجودين مناصبهم موجودة كراسيهم موجودة هذا الشيء نعرفه إحنا إحنا يا أخي من تظهرين عليهم كلهم إحنا لا أعلم نتفاور إياهم ولا نريدهم ولا نريدهم ولا أصلا نسمع أصواتهم يا أخي حتى من نشوف وجههم بالتلفزيونات نغلق بالتلفزيون والله يعني مع الأسف هذه الموجود يعني أحيانا من جبر نشوفها بالتلفزيون الناس انتهوا بالنسبة لأننا إحنا رائدنا أي ترابط وياهم نهائيا بعد لا من قريب ولا من بعيد نعم سيد علي عزيز قبل أن أختم معك هل لديك رسالة توجيهها إلى الناشطين المتظاهرين إحنا رسالتنا طبعا موحدة وخطابنا موحد وإحنا على تواصل مستمر بيننا ناشطين بين بغداد والصراح الأوسط والجنوب وهذا شيء هدف واحد وثابت إحنا قدامنا ما عدنا أي تغيير به لكن رسالتنا إلى كل أبنائنا كل العراقيين اللي حتى ما يعني سنحت لهم الفرصة أن يجعلون يعبرون عن مواقفهم بساحات التظاهر في بغداد أو باقي المحافظات فإحنا نريدهم أن يميزون ما بين أبناهم العراقين الأصلاء اللي نغرب نفسهم من أجل حرية العراق وتحرير هذا البلد من هذه الزمرة الحاكمة الفاسدة واللي إحنا اليوم إحنا نطعين أكثر من 670 شهيد نطعين 25 ألف جريل وما بين ناس تدعي إلى تظاهراتهم يغردون من طهران يغردون من طهران إلى مراهرة وإلى مليونية وإلى كذا وإلى كذا ما الألم هم خليعرفون يميزون نفس الناس كتلك انطرت وكنتشف في أول أيامهم نطلب من شعبنا أن يميز ما بين الحق والباطل هؤلاء كلهم بضفة الباطل وأن لبسوا عباءة الدين الدين براء منهم الناشطة في تظاهرات علي عزيز كان معنا شكرا جزيلا لك دكتور رافع نعود إلى دعوة الصدر إلى تظاهرات مليونية لإخراج القوات الأمريكية أتباع الصدر يقول هذه الدعوة وحتى الصدر يشير بأن هذه الدعوة جاءت بعد المحاولات أو الحالات المتكررة لاختراق السيادة من قبل القوات الأمريكية هل اختراق السيادة من قبل هذه القوات بالتحديد جديد؟ أولا دكتور عمار دعني أتحدث عن أتباع ما يسمى أتباع التيار الصدري إذا كان هو يقول أن أتباع كلهم من الفقراء ومدينة الصدر يسموها مدينة الصدر يسميت باسمه فهؤلاء هم ابناء العراق قبل أن يكونوا أتباع الصدر وغير الصدر ابناء العراق وهم ناس متضررين فقراء معدومين يعيشون حياة من أسوأ ما يمكن حياة رثة بسبب هذا النظام بسبب هذه العملية السياسية بسبب هذه الأحساب وهم يعانون من هذا الفساد وهذا الخراب ومن البطالة والأجزر بهم أن يثوروا على كل هذا الوضع كيف يمكن أن يقبلوا بدعوات لإنهاء هذه التظاهرات لبقاء هذه العملية السياسية لبقاء هذا النظام السيء النظام المرهون إرادته للخارج دولياً وإقليمياً واللي يمس دم العراقين ويسرقهم بهذه الطريقة 17 سنة يسرق العراق لا أحد يتحدث والتيار الصدري مشارك بهذه العملية لا أحد يقول لي يلزم لي واحد من عدهم ويقول لها أنت سرقت ودوا للمحكمة القاضية تبرأ لأنه ما أعرف عمره صغير يقول هذا عمره صغير فيتبرأ ويتفع معرف هذه الكذبة لهنا وصلت حدها المسألة الأخرى وهي المهمة أنه هذه جزء من خطة إيرانية السيادة العراقية مخترقة يعني لا سيادة عراقية ولا استقلال عراقي من عامل 2003 لحد اللان والتيار الصدري وكل أحزاب والقوى العاملة في العملية السياسية تدري ومقتدى الصدر وجمعها تشاركوا بالحكومات المتتابعة ويعرفون جدا أن التوافق إيراني وأمريكي على تشكيل هذه الحكومات وتشكيل الموافقة على رئيس الوزراء الشخص رئيس الوزراء والوزراء وكل المسؤولين هذه التوافقات الموجودة ويعرفون هذه القضية والقوات الأمريكية موجودة منها عامل 2003 لحد الآن وين السيادة وين يعني لأنه صارت مناكفة بين أمريكا وإيران الآن من قتل سليماني وابو مهدي المهندس الآن السيادة اخترقت فقط هنا اخترقت السيادة قبلها لم تكن السيادة مخترقة وعندما ضربت إيران هذه الصواريخ على العراق هي قاعدة أین الأسد هي قاعدة عراقية كل الأحوال وهذه أرض عراقية هذه مخترقة السيادة وانت قاعد في قوم وانت قاعد يأهم هذه مخترقة السيادة قال هذا رد رد على من رد بين هذا الرد خلي ردون بداخل إيران خلي ردون بغرد بب sustainability لماذا ردون على العراق لماذا ردون على العراق لماذا يعرفون على العراق لهذا العراق اولما يقولون نجارنا نحب إيحonominin حارته وما يصيرون من اخترق سيادته هذا التغول هذه الميليشيات التابعة لإيران وهذا السيطرة وقاسم سليماني هذا الإيراني اللي يفتر بالعراف هذا كله مخرق للسيادة هذه قواتهم تروح وتمرح وتصرح تقوم الحكومة بأنه مستشار كان يعمل مستشار هذه الحكومة تقول لكن واقع الحال الشعب أنت تتكلم عن شعب هذا البرلمان المؤلف من هذه التجمعات الكارتلات هذه تابعة إلى الخارج وتابعة لإيران وتابعة الغير هذه الميليشيات التي تعلن على شاشة الفضائيات تقول إحنا ولائنا لي إيران علنا ووصلت بهم الوقاحة والقباحة إلى أنه عندما يسألون إذا ما افتراضيا جرت معركة بين العراق وإيران أنتم معا من تقاتلون يقولون مع إيران طيب الآن هي هذه أنت تسميها وقحة العصائب وغيرها أنت اجتمعت معهم بقوم ووافقتوا على هذه الخطة يعني وين الوقحة وين الكلام هذا وين التناقض هذا فهذا الموضوع غير موضوع ثانيا المليونيات مالتك ما كافي ما شفنا مليونية وعبرت وقلت تكنقراط واصلاح وراحت قعدت بخيمة خضرة وطلعوا وياك كل الناس مصدقين أنه أنت راح تغير الحال ودخلوا للبرلمان وإذا بها لعبة تمثيلية اطلعوا لساحة الاحتفالات روحوا لبيتكم لاحد يهتف ضد ديران هذا الهتف ضد ديران ترى العالم هم هتفت ضد ديران حتى من يسميهم أتباعه هتف ضد ديران لن يعرفون الواقع يعرفون أنه مصيبتهم بيران العراقين يهتفون ضد ديران من 2003 لحد الآن إيران بره بره لماذا يهتفون العراقين يعني إيران ما موجودة هم يتخيلون أنه إيران موجودة هذه كذبة وإيران تخادمت مع الشيطان الأكبر أمريكي من عام 2003 لحد الآن يا مقتدأ على من تلعب على من توهم ماذا الشعب يعرف الآن وأنت جزء من دورك في إحباط كل المحاولات التجري لتغيير العملية السياسية يعني اليوم على موضوع السيادة لفت نظري أحد المغردين على تويتر قال لماذا صدعتم رؤوسنا بالسيادة قال جرف الصخر لا يستطيع وزير الداخلية في العراق ووزير الدفاع أن يدخل هذه المنطقة التي هي بيد الميليشيات الإيرانية منذ خمس سنوات دكتور الهدف من هذه التظاهرات برأيك ما هو الهدف بهذا التوقيت هل هو لوئد لضرب لإنهاء ساحة التظاهرات في التحرير والمحافظات الأخرى؟ طبعا لذلك أنا قلت في البداية هذه أوامر إيرانية لهذه التظاهرات وجود هذه التظاهرات بهذا الشكل جزء من خطة إيرانية مثل ما كانت الخطة الإيرانية وهذه غرف الأمنية التي من البداية تصرفت بالقناصين وبالقتل الآن هذه جزء من هذه القطط تلعب هذه التظاهرات هذه التظاهرات ليس حفاظا على سياسة العراق ولا ضد أمريكا ولا ضد تدخلات أجنبي أبدا كذبة الهتافة ستجري كل القضية لإنهاء التظاهرات لبقاء العملية السياسية لبقاءهم على الكراسي لبقاء هذه الطغمة التي تحكم العراق يبقاء هذا الفساد ومقتدى يساعدهم على هذا الموضوع وهو إذا كان لا يعرف المصيبة الشبيرة وإذا كان يعرف المصيبة أعظم وهي الحقيقة ويعرف وهذا دوره لكل واحد دور هو دور مقتدى من عام 2003 عد الآن بهذا الشكل بهذا الشكل وشاهدناه بأكثر من تحدي وأنا ذكرت التحدي اللي يوم 25 أشباط 2011 عندما خرجوا العراقين 55 مدينة وانتهت القضية كانت قاسة تسقط هذه وانتهت وكنا قد انتهينا والآن بادينا بمرحلة بناء البلد ومنتهي القضية وعلى الأقل موفرين من دماء العراقين ومن التضحيات ومن الآلام ومن السرقات كلها قضى عليها بطريقة واضحة وفجة وأعطى مهلة ومهلة والتسويف وهذه هذه محاولاتها والآن هذه قمة هذه المليونية وتعالد أن الظاهر وقول لكم تفضل دا أمريكا ماشي لماذا نعرف ضد إيران همات خلنيتوا ضد إيران إذا أنت وطني وتحل سيادة العراق وتحب استقلال العراق العراق يا أخي محتل إيرانيا وأمريكيا من عام 2003 لحد الآن تنكر هذا أنت أنت تنكر هذا شعبك يعرف به نعم أنت تنكر المخدرات تنكر السلاح تنكر الميليشيات تنكر القتل تنكر التنكيل تنكر الدعاء إيران بألسنة مسؤوليها أن العراق تهبع له في نفس الوقت هناك من يتحدث على وسائل التواصل الاجتماعي ويتساءل لماذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بقتل قاسم سعيماني في هذا التوقيت وفي بغداد هناك من يقول بأنها تريد كذلك هي سيناريو أو مسرحية لضرب التظاهرات في العراق لا أريد أن يصل إلى هذه النظريات المؤامرة لهذه الدرجة لكن وصلوا الأمريكان مثل ما يقولون وصلوا إلى نقطة معينة هذا يهددهم الرجل قتله وانتهى الموضوع وهو ليس عراقي ولا يعني نبشي وهو سبح بدماء العراقيين وأذى العراقيين كثيرا وبغض النظر عن الحديث عنه حاج سليماني وجاينا معرف منين وقدم خدمات والعراق كله الفياض يروح يقول لأ الخامن يقول كل غالبية أهل لا كل أهل العراق يعني يعزونه كل واشه وشعب العراق كله بالساحات يهتف ضده وفي إيران يمزقون صورة سليماني الإيرانيين نفسهم يمزقون صورة ويجتموه طيب أنت ليش تحمل العراقيين وانت تمثل العراقيين يا يا الفياض أنت تمثل العراقيين أنت حجيت على المتظاهرين سويتهم زعاطية ومعرفون يستوين جملتها أنت تنظر لهم نظرة دونية نظرة استعلائية لهذا الشعب وتعتبر نفسك أنت يعني منظر وعقلية كبيرة وانت عقلية صغيرة لا تساوي شيئا تنظر لهذا الشعب هذا الشعب المبدع الجميل فقير ما به هذا بمدينة الصدر بالبصرة بمدينة الحرية وان مكان ذول ناس يوضعون على الرؤوس فعلا لأنه بيهم المثقف وبيهم التعبان على نفسه وبيهم الكادح وبيهم اللي يشتغلوا بيهم كل شيء فأنت تحدث عن شعبك تحدث عن شعبك باحترام وبتبجيل بتفخيم هذه الحقيقة وذول الشعب العراق ما هي الشعب فبالتالي هذه الطغمة مجموعة خلاصة كل هذه حزاب العملية السياسية لها أدوار وهذه كل القوى والميليشيات لها أدوار وهدفهم الواحد والأساسي هو أن تبقى هذه العملية السياسية وأن يبقى هذا التغول الإيراني في العراق ننتقل إلى موضوع آخر هو موضوع الأقاليم الذي طرح الآن هناك يثار حديث عن اجتماعات لقيادات تزعم تمثيلها لأهل السنة في دولة عربية وبأنه تم الاتفاق على موضوع تقسيم أو بالدقة التي نقلت عن الاجتماع بأنه موضوع أقاليم طرح أقاليم من جديد ثلاثة أقاليم في العراق كذلك هذا يطرح نفس التساون البلد يغلي المتظاهرون خرجوا هتفوا بوحدة العراق خرجوا ضد الطائفية خرجوا ضد التقسيم لماذا هذه القيادات تختار هذا التوقيت بالذات لإعادة هذه الفكرة الأمريكية التي أتى بها جون بايدن لا دكتور أمر طوال هذه الفترة من واحد تشرين وإحنا ما زلنا تحت مظلة التظاهرات مظلة هذه الثورة المباركة لاحظ هذه الثورة المباركة أسقطت كل الأقنعة أسقطت قنقاتهم وهم يحاولون سنة العملية السياسية وشيعة العملية السياسية وكل مكونات العملية السياسية يحاولون سقاط هذه والقضاء على هذه التظاهرات هذه الثورة الحديث جرى لكن هل حقيقة أم كذب؟ أنا أعتقد كل مجرد إشاعة مجرد لعبة واللعبة مساهمين بها سياسيين سنة والذي تلقفها هي الميليشيات الشيعية وميليشيات تابعة لإيران متفقة معهم للحديث عن هذا الموضوع من واحد تشرين لفترات طويلة كان هناك حديث دائماً لماذا لا تشارك المحافظات السنية في دعم التظاهرات؟ وهم يعرفون والمتظاهرين يقولون تركوا أهلنا في الأنبار وبالموصل نعرف مشكلتهم نعرف جرحهم نعرف أنهم ينزفون تركوهم ويانا هم ما يتحدثون بهذه الموضوع لكن الناس اللي يعادون التظاهراتهم الذين يتحدثون لماذا لا تشارك المحافظات؟ هذه المحافظات منكوبة أولاً أولادها لهم غيبين لهم بالسجون والباقين مسجلين والرقابة عليهم والعيون عليهم والضغوطات عليهم والباقين في مخيمات أكثر من أربع ملايين بالمخيمات وبالخيم عايشين وغيرهم تحت التراب قتلوهم وراحة ومن يدري يوم يطلعت أنه مقبرة جماعية لا نعرف منه ومغيبين ومعتقلين واللي غادروا خارج العراق هذه المحافظات منكوبة تماماً وقصفت ودمرت والكل يعرف كيف تصرفوا معها بحجة داعش فأنت الآن هم قلباً وقالباً ووجداناً ودماً وانتماءاً للعراق ومع المتظاهرين ومع هذه الثورة لكنهم لا استطيعون يتحركوا الأسوار اللي عليهم أكثر من الأسوار اللي على ساعة التحقيق قوات أمنوا على صحوات على مصايب مصايب عليهم تراقبهم اللي يكتب تغريدة بالفيسبوك يعتقلوا هذه جزء من عندها الآن ومحاولة هذه طبعاً ليش قالوا هذا الكلام لماذا ردد هذا الكلام لأجل إثارة الطائفية مرة أخرى لأنه هذه الثورة مطائفية هذه الثورة هذا الشباب اللي طلع هذا نادى بالهوية الواحدة هوية العراق أسقط الطائفية فيريدون يعيدون الطائفية لأنه بغير الطائفية لا يمكن أن يعيشوا هذه العملية السياسية قائمة على الطائفية وهذا المهدد الأول والخطير الذي يهدد العملية السياسية وهدد نظامه كله أنه التظاهرات خطورتها أنها مطائفية عراقية فأرادوا أن يوسموها بالطائفية يريدون أن يدفعوا لم يستطيعوا وطبعاً للعلم هذه التظاهرات كثير من أبناء كل هذه المحافظات يشاركون فيها وموجودين في ساحة التحرير وفي غيرها موجودين لكن مو بسم محافظاتهم يجون كعراقيين وموجودين بها ويعرفون أهل ساحة التحرير يعرفون هذه الموضوع وهم متجاوزين عنه تجاوزوا هذا الموضوع لا تعني لهم الطائفية الآن الحديث عن الأقاليهم العودة إلى الأقاليهم وحديث عنه لكي يثيروا الطائفية لكي يقولوا أنت ورحنا بالثورة والعالم تريد أن تسوي أقاليهم لاحظوا وحشوها في التدريس وبالتعليم كلام كثير من هذا النوع للحد اللي البعض بدأ يتحدث أنه نريد أن نسوي أقاليم بدأوا ذول المنظرين من سنة العملية السياسية سنة إيران نريد أن نسوي أقاليم هم يعرفون لن يفعلوا الأقاليم كذب كذبة هاي وما تصير أريد أن نسوي أقاليم وفقا للدستور يا دستور هذا يا دستور الذي يسوي به هذا الدستور الكسيح طيب هذا الدستور ما قلنا لكم إياها ونقول لكم إياها وأنتو تعفوه ألف مرة أنتو ليه جسوانا الأقاليم حتى ندير نفسنا وحدنا حتى تكون أمان القوات الأمنية الأمن بيد الحكم المركزية التمويل بيد الحكم المركزية هو هذا الدستور تمثيلكم خارجياً وداخلياً بيد الحكومة المركزية إذن ما الذي يبيه؟ يعني حتى التخصيصات المالية بيد الحكومة المركزية حتى الثروات لا نشابه أقليم كردستان لا أقليم كردستان ما لا علاقة بالدستور هذا حالة خاصة وها قبل الدستور ولا يمكن أن تشابه أحد إذن أنت ما عندك غير حالتها إما أن نسوي الأقليم هذا على الدستور هذا الكسيح وأنت ما رح تكسب شيء بالعكس رح تبقى القوات الأمنية والميليشيات تحتقل اللي تريده والسوي السجون اللي تريده وتخصصتك المبالغ اللي تريده ومشاريع هي اللي توزعها وهي اللي توظف وهي اللي تعينه حتى المجلس اللي يدير الأقليم الثلاثة أربعة حكومة المركزية الدخلة فبالتالي أنت ما كسب عن شيء خلص نفس القضية نفس العملية أو خارج الدستور إذا خارج الدستور فمنه اللي رح يمولك إذا الحكومة المركزية ضدك وكل هذه الأطراف ضدك لا تمويل إلك لا حد يحدد لك حدودك لا حد تعرف أنت وين الأقليم هل لديك قوات تدافع عن هذا الأقليم وهم عندهم ميليشيات وجيش ومصائب وطيارات ومدافع أنت من عندك خارجيا أنت غير مدعوم من أي دولة بالعالم إذن قضية الحديث عن الأقليم قضية كاذبة كذب ادعاء كاذب وهذه قنبلة صوتية مجرد قنبلة صوتية الآن لإثارة الانتباه باتجاه آخر وإثارة مشاعر الناس أنه أكتر طائفية واتجاه وهذه كله من ذولة سنة العملية السياسية المتفقين محركات لضرب الثورة أبداً فبالتالي كل هذه المحاولات مثل محاولة مقتدى الصدر وغيرها لضرب الثورة مثل محاولات الميليشيات هذه أساس القضية فالحديث عنها أنا أعتقد يهم الأفضل لأنه كذبة كبيرة ولا يمكن أن تنفث ولا يمكن أن تصبح واقع حال أبداً وكذبه هذا يأيده ذاك ينكر كذبة هذه لعبة لعبة مجردة يدخلون في دوامة يدخلون الشعب في دوامة والإعلام في دوامة من أجل هذا الموضوع يعني نتحدث عن جزئية واحدة دكتور لو كان هذه الأحزاب أو الكتلة السياسية التي تسيطر على هذه المحافظات منذ العام 2003 ولغاية الآن لم تستطع النجاح بتوفير خدمات حقيقية تبلط شوارع أبسط شيء كيف وعلى مستوى محافظة ومليارات الدولارات كيف سوف تنجح في إنشاء أقليم ومسايرة كل هذه الأمور لا كذبة هذه كذبة نعم نذهب إلى موضوع آخر دكتور الاتفاقية الصينية يعني الحديث اليوم من بعض النواب على تويتر وعلى شاشات التلفاز تنظير إلى هذه الاتفاقية إدعموا هذه الاتفاقية التي عقلتها الحكومة مع حكومة عدل عبد المهدي مع الصين هذه تحقق الإزدهار والتقدم للعراق في نفس الوقت هناك من يتحدث من المراقبين بأن هذه الاتفاقية ترهن نفط العراق لمدة خمسين سنة تجعل الصين كأنها استعمرت النفط العراق لمدة خمسين سنة بالبداية حتى نجزأ ما رأيك بهذه الاتفاقية ولماذا أثير الحديث كذلك يبدو أن الطبقة السياسية في العراق لديها أكثر من سبيل وأكثر من طريق لإثارة الأمور ولضرب الثورة في العراق اللي بالعملية السياسية مجموعة من يعني ما أعرف في سيرك ليس أكثر من لاعبين في سيرك هم يجيدون هذا اللعب والكذب والإدعاءات وما يسمى بالبألوانيات هذه الحقيقة يعني وضع العراق الآن أشبه بالمزوجة ثلاث نسوان ماذا أربع نسوان يهدد الكبيرة بأنه سيذهب إلى الصغيرة وسيتزوج عليها نفس القضية يعني نحن نترك أمريكا رح نزوج يعني رح نزوج وحدة أخرى يروح إلى الصين الصين زارها عادل عبد المهدي شوفوا الصينيين مصانعهم وماذا شنو قالوا له هاي المشاريع اللي نقدر ننفذها بس ترى نأخذ النفط لمدر خمسين سنة مدري يا آبار وكذا مدري شنو ولم يجري الاتفاق جرت توقيع على مذكرات أولية تفاهمات تفاهمات ناشي وجاء عادل عبد المهدي وانطلقت التظاهرات ولم يحصل شيء نعم ومضمون الاتفاقية غير معروفة أبداً لأنه إذا عندك اتفاقية وانت تقول لاني دولة برلمانية ودولة بها مؤسسات تشريعية وتنفيذية فأنت عندك يجب أن يكون عندك مشروع قدماً للبرلمان نعم البرلمان يقرأ وقراءات متتالية ويناقشة ويعدل بيه وبالتالي يصيغب قانون يودي للحكومة يوافق عليه الحكومة تقرى الحكومة تعرضه على الصينيين هذا الاتفاق توافقه على الصينيين يعلن أنه تم الاتفاق هذا لم يحصل إذن أساساً ماكو اتفاق يعني ماكو زوجة صينية حتى يذهب لها ويهدد الزوجة الكبيرة الأمريكية ماكو هذا الموضوع كذبها كبيرة محاولة للعب على الناس ثانياً أنت شنو مصلحتك شنو مصلحتنا أنا أجيب أوخر أمريكا أجيب واحد لأخ يرهى النفط لمدة خمسين سنة ليش؟ يعني شنو اللي تريد تسوي أنت؟ أنت عندك فلوس عندك فلوس عندك شعب من أرقى الشعوب بالدنيا عندك شعب بكفاءات و بقدرات و بخبرات و بإمكانيات تغطي الدنيا كل الدنيا تريده ستة آلاف أكثر من ستة آلاف طبيب في بريطانيا واحدها من خيرة الأطباء كلهم من العراقيين المهندسين في كل الدنيا مطلوبين أساتذة الجامعات المدرسين الفنيين كل الصيادة في كل مكان العراقي مطلوب والعراقي صاحب عاقل و صاحب رؤية و صاحب خلاص لواجبه و ذول أهل العراق بغض النظر عن نظام سابق و نظام حتى لا يقولون نظام سابق ذوله نفسهم العراقيين بالواحد تسعين أكثر من مئة و سبعين جسر صلحوها و جابوا الكهرباء و كل شي سووا هم و أحد هم حصاب ما لا علاقة بنظام اللي صلحها الشعب هذا الشعب ذول المهندسين نفسهم و الخبرات هاي نفسه فأنت عندك شعبك يقدر يبني و أنت عندك بطالة ستين بالمئة خمس ستين بالمئة و أنت خرجيك كل يادة يقعد بسطات لماذا لا تجيبهم الشغل لهم هذه الكذبة الكبيرة نحن رايحين للمشروع الثمين يعني تهدد بالزوجة الصينية على من تضحك لماذا الأمريكان لا يعرفون ماذا الصينيين جمعية إنسانية جمعية خيرية رح تصرف عليك و تدير بالها عليك الصين حالها على أي دول تريد مصالحها وتريد تقبض منك و من غيرك وتوسع مصالحها وتوسع استثماراتها وتوسع سيطرتها على العالم هذه الحقيقة الصين حالها مثل حال دول أخرى نعام ربما سياستها مهم في ريالية مثل أمريكا و عدا جيوش وتحتلوا و ما عرف منه لكن هي الصيني أيضا دولة عملاقة وتريد أيضا عدا مصالح وتريد تحققها تسيطر على الاقتصاد و هذه مصالحها مو بلاش أعطيك و أخذ منك ماذا رح يأخذ من عندك و شنو هالاتفاقية و وينه و إن عرضت على الشعب لو ما عرضت و هذا البرلمان النايم شافها لو ما شاف يقول لك احنا ما شفناها أولا الهدربية طيب شو نطبقها من المضحكات الموكيات إنه يدعو رئيس الوزراء هو المستقيل اللي لا يحق له نعم اللي هو الآن تصريف أعمال يدعو الوزارات و يدعو لتنفيذ الاتفاقية أي اتفاقية وينها الاتفاقية تضحكون على من أي اتفاقية يقول للشعب وينها الاتفاقية طلعها الاتفاقية طلعها و من وقع عليها و شو أنا وافقه عليها البرلمان شو أنا وافق عليها خليطلع هذا الحلبوسي اللي ثابرنا خليطلع يقول ياباني وافقت عليها وصوتنا عليها معيبة هذا الكلام معبير هذا مثل التقسيم نفس القضية كل هالمحاولات هذه للتعمية للتظليل لذلك أنا قلت هذه معاملية سياسية هالسرك وذول لاعبين بالسرك الحقيقة يقدمون شو هذا العرض يقدمون كلهم يقدمون أنواع من العروض البهلوانية يعني لإمتاع الآخرين إحنا ما يمتعونه ذولا يغمونه يأذونه يعني يزيدونه كآبة لذلك الشعب العراقي بالقياسات العالمية أكثر شعوب العالم كآبة الآن بسبب هؤلاء بسبب سياسات هؤلاء فأنت بالتالي شنو يعني تريد تقشمرنا تتضحك علينا هذه اتفاقيات كيف تعلن وأمريكا شون وافقت هذه أمريكا اللي احتلت العراق وجدت من آخر الدنيا ليش يجدت من أجل عيون العراقيين نعم وإيران كيف قبلت هاي إيران اللي ترسل السوق العراقي وكل بضايحها تجيب الصينيين ينفذون ليش ما يتنفذ هاي الميليشيات شون تقبل تجيب الصين والميليشيات تدافع عن المشاريع الصينية والاتفاقية الصينية كم شركة جاءت في العراق وعملت لفترة محدودة ومن ثم غادرت بسبب أن الميليشيات والأحزاب تريد من عندها كوميليشيات وتريد من عندها طلعوا تقرير نعم طلعوا تقرير من الممو المتحدة الشركات هذه تجتدون ماكو شركة لم تدخل شركة إلى العراق إلا وقالت أنه طلبوه من عندي وقدمت رشا كل شركات الدنيا كل هذه قدموا رشا حتى يأخذ والعقود حتى تأخذها وكل عقيد ينباع أنت تريد أن تجيب معمل لإنتاج هذه النظارات تجيب الشركة المعرفة الأمريكية الأمريكية بيحال شركة صينية والشركة الصينية تبيعها الهندية والهندية تبيعها المعرفة منه والتالي يبيعها المقاول العراقي والمقاول العراقي يبيعها الواحد لك والتالي يبيعوها وهذا المقاول العراقي وكل هذا عضو بالبرلمان وعضو بالحكومة ووزير وتواصل وما يسول المعمل تسأل على المعمل ما تلقاه مثل وزير الصحة من قلول لكم مستشفيات اثنيا ما عرف شنو راح دايزورها ما لقاه المستشفيات وزيرة الصحة سابقة تقول لي أكون مستشفيات وكامل أروح ما لقاها ما يلقاها هذه هي الكذبة الكبيرة هذا العراق هذا السيركل اللي أحجبها ربما يريدون إدخال العراق في قضية المحاور وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لشركات أجنبية الدخول وهذا ما حدث بالفعل نتذكر ما حدث مع شركة سيمينز عندما تم التعاقد على توفير الطاقة الكهربائية وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية حكومة ترامب على العراق وعلى شركة سيمينز أن تكون الحصة مناصفة أو أكثر لشركة الكترك الأمريكية نعم وصل الحال بهم هذا على مجال واحد فقط هو بمجال واحد سأعطيك مثال لكذبهم وأن الناس لا يستحول ولا يخجلوا من شعبهم كان نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الطاقة اللي هو مسؤول حسين الشهرستاني عندما قال سنصدر الكهرباء في عام الفيوم 13 أي رح نصدر الكهرباء مجاهزة عندنا رح نصدر الكهرباء وفائض عندنا من الكهرباء وبالتالي طلع العراق صار أكثر من 80 مليار دولار على الكهرباء سس ساعة ما تجي للمواطنين هو يقول لهم للمواطنين يقولوا رح نصدر الكهرباء والمالكي وراها من حرج قال طلعوا كذبوا عليه ربما يقصد تصدير أنه قضية الكهرباء في العراق سوف تصبح قضية قضية دولية متداولة في الإعلام العالم ربما بهذا الشكل هذه واحدة الكذبة الوحيدة هذه لو بدولة تحطر بنفسك لو أنك دولة فعلا نعم بس إحنا لا دولة هذا يجيبوه من ياخته ويحاكموه على هذا الكلام ويغرموه كل هذه النفقات التي أنفقت على الكهرباء وين الصناعة وين الزراعة وين القطاع الخاص وين الخدمات وين الجامعات وين المستشفيات كل هذا ما موجود الآن يطالبون الشعب أصبر الشعب خلنا الظاهر نحن نطلع أمريكا لأن أمريكا محتلة العراق ما لأمريكا محتلة العراق من 2003 أسألك عادة مقتدى الصدير أنت وهذه الميليشيات التي اشتغلت جو العباية الأمريكية جو عباية الشيطان الأكبر حسها الله صحيته هذا الكلام غريب عجيب وأن تكون وطني ماشي على رأسي وطني أنت ما إحنا أكو تغول أمريكي وإيراني على أرضنا خلنا نطلعهم اثنينهم ليش هذا حلال وهذا حرام لماذا؟ يعني له شيء يعني تطلبنا إيران شيء ما كافي دماء ولدنا وبلدنا ومزقتنا ودمرتنا وشاعة كل الطائفية والخراب والدمار وتسعى لضعفنا يعني تظاهرات قائمة خطف قتل اغتيال ناشطين تظاهرات منذ أربعة أشهر تطالب بإسقاط نظام الحساب الفاسدة تطالب بدستور جديد بنظام انتخابي جديد واتفاقية صينية ومع هذا يقوم البرلمان بأخذ إجازة لمدة شهر ونصف شهر ونصف يعني هذه من المضحكيات الموقيات دكتور عمار تركنا من كل هذا واختراق للسيادة نعم واختراق تركنا من كل هذا لكن هناك شعب بالشارع صار لثلاثة شهر وانتوا تقولون احنا ممثلين الشعب اذا ممثلين الشعب يأخذ إجازة ويروح لأوروبا حتى يعيش ويمرته ويجعاله يأخذهم يرتاح لأنه تعب ويطلعون ويجازة شهر ونصف وهذا الشعب نايم بالشارع هل يستحق هذا البرلمان أن يمثل الشعب هل يستحق من رئيس البرلمان إلى أصغر عضو بالبرلمان من كل الأحزاب والمكونات هذه سنية وشيعية وكردية وعربية ومش ما يكون هل يستحقون هؤلاء أن يقولوا نحن نمثل الشعب العراقي الشعب بالشارع هم يسموها يقولون عندنا أزمة كبيرة أنت تترك الأزمة أنت شو كي تحتاجك ثانيا السؤال المهم الآن حكومة تصريف وعمال أنت البرلمان يشرع قوانين ويرسلها للحكومة لكي تنفذها جاء التنفيذية ما يا سلطات أنت عندك سلطة تشريعية أو سلطة تنفيذية السلطة تشريع تشرع قوانين ترسلها للسلطة التنفيذية حتى تنفذها نعم أنت ما عندك سلطة تنفيذية أنت لمن تشرع لمن تشرع أنت عليش ريدك الحقيقة لا دورة لهم هم يعرفون لكن يريدون أن يقولوا أنه إحنا مطمينين هذه لا تعني شيء الثورة استهزاء مثل الفياض اللي تعامل ويا العراقيين ما يعرفون يحشون جملك يقول ذو لهم نفس الشيء يستهزؤون بالشعب العراقي هذا الشعب اللي طالع استهزأوا به دير وجهك واخذ إجازة وحضرتك الآن تتحدث عن سيادة المخترقة عن الاستقلال المناجز واتفاقية صينية ما عرف منه حكومة حكومة تصريف أعمال ووضع ملتبس العراق قد يذهب إلى الحرب الأهلية الكل يطلعون أعضاء البرلمان طيب إذا حرب الأهلية وأنت خايفين أنت تذهب إلى أوروبا تأخذ إجازة شهر ونصف شون تأخذ إجازة شهر ونصف وأنت تأخذ رواتبك أعدال كل العراقيين فمن حق أهل العراق الآن من حق هذه التظاهرات أن تنادي بيسقاط هذا البرلمان كله لأنه الآن يعني هو أثبت أنه هو يستحق أن يسقط ويرمى في سلة المهملات هذا شنو البرلمان هذا راح نشرع لكم قانون بالانتخابات هل هذا البرلمان يستحق أن نوافق على أن يشرع للعراقيين قانون البرلمان ودستوره ومعرف منه وقوانين ويعدل كذبة كبيرة اللي يترك العراقيين بالشارع أكثر من ثلاث شهر نعم متعرضي للقتل والميليشيات والذبح وهو يقول أنه يمثل الشعب ونحن نمثل الشعب والوضعية فيه أوجهه ويتركهم ويأخذ إجازة شهر ونص لأنه استراحة تعبوا تعبوا الناس هل يستحق هذا أن نحترمه؟ هل يستحق أن الشعب يحترمه؟ ويقبل أن يقعد بهذا المبنى اللي هو مبنى عراقي يوأخذ راتب عراقية من جيب هذولا الفقراء اللي مقتدى الصدر يقودهم ذولا اللي يسميهم أتباع التيار الصدري اللي هم الفقراء العراقيين ذولا اللي يعرفون شنو تشكاس به من مقتدى الصدر ومن غيره بهذه التظاهرات المليونية طيب على منه؟ بره بره أمريكا وتالي جوه جوه إيران يعني العراق يصير إيراني وخلص هذا الموضوع وهذا الموضوع نتمنى لهم إجازة سعيدة أخير إجازة تعيسة إن شاء الله وسيأتي الوقت اللي يحاسبهم بالشعب وهذه الثورة لن تنتهي إلا بمحاسبتهم إن شاء الله الكاتب والباحث السياسي الدكتور رفاع الفلاحي كان معنا شكرا جزيلا لك عزام المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه التغطية حول ثورة تشترين وآخر المستجدات على الساحة العراقية شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله اشتركوا في القناة